أسعد الله أوقاتكم بكل الخير ما زال سلوك العناد عقب أمام الوالدين في التعامل مع ابنائهم ويلجأ الأهل لمجموعة من الوسائل والأساليب إلا أن السلوك يزداد سوءا ويظهر بأشكال مختلفة ولا بد أن نعلم أن المشكلة ليست بالسلوك وليست بالطفل الذي يمارس العناد ولكن بكيفية تعامل الأهل مع هذا السلوك لا بد أن نعلم أن أحد الأسباب التي تقف عائق أمام تغيير السلوك الطفل العنيد هو عدم الاتفاق بين الوالدين إن عدم الاتفاق بين الوالدين يظهر عدم جديدهم في تعديل السلوك يجب قبل البدء بتعديل السلوك الاتفاق بين الوالدين بالتعامل مع الطفل بأساليب وتحديد السلوك الذي يراد تغييره ويجب التعامل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب مع السلوك عندما يظهر لدى الطفل أيضا استخدام التعزيز بطريقة غير صحيحة يعمل على ظهور السلوك وعدم تغييره يجب على الأهل مراعاة أن المعزز يجب أن يكون ذو قيمة ويجب أن يكون محبب للطفل ويجب أن يتم إعطاء المعزز للطفل بعد ظهور السلوك الجيد إياكم والعقاب فإن السبب المباشر لظهور العناد لدى الأطفال هو العقاب الموجه من قبل الآباء والأمهات لأطفالهم ويزيد الطفل عنادا ويزيد سلوكه سوءا فيجب على الأهل تجنب العقاب إن كان نفسيا أو جسديا عند التعامل مع سلوك العناد لدى الأطفال يجب عند تعديل سلوك العناد التدرج بإعطاء الأوامر فإن سلوك العناد عندما نشأ لدى الطفل مر بمراحل بناء وعملية هدمه يجب أن يمر بمراحل فيجب على الآباء والأمهات عند تعديل سلوك الطفل العنيد التدرج بإعطاء الأوامر من السهل فالأصعب فالأصعب فبهذه الطريقة يتم تشكيل السلوك الجيد والتخلص من سلوك العناد السيء إياكم وإطلاق اللقب فإن إطلاق لقب عنيد على الطفل أمام نفسه وأمام الآخرين هو تثبيت إلى السلوك للوصول إلى التمرد والانحراف السلوكي دائما عند إعطاء الأوامر للطفل العنيد تكون إجابته لا تريد أن تأكل لا تريد أن تشرب لا تريد أن تدرس لا حتى نتجنب كلمة لا بإجابة الطفل العنيد لا بد أن نخيره بين أمرين تريد أن تدرس أولا أو تلعب تريد أن تنام أولا أو تدرس فبهذه الطريقة لا نظهر ضعفنا أمام الطفل العنيد ويختار الطفل العنيد بين أمرين وهذا هو استجابة للسلوك تعود دائما أن تمدح سلوك الطفل الإيجابي ولو كان قليلا فإن هذا يساعد دافعية الطفل لتكرار هذا السلوك وأخيرا لا بد أن نعرف أن الطفل العنيد هو طفل ذكي وقيادي ويجب علينا أن لا نعالج العناد بالعناد وأن لا نستسلم أمام سلوك هذا الطفل حتى نستطيع تغييره ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر